وهي هنا ضربني أربعة ضربات وهنا هم أربعة وهي هنا بالضرب المبرح انهال أستاذ اللغة العربية في مدرسة الازدهار في قضاء أبو غريب ببغداد على الطالب ياسين البالغ من العمر 12 عاما مما تسبب في آلام في جسده وإصابة في يده والقصة الكاملة على لسانه هو مدرس عربي يعني ومن طبس هذا الضحك والصف كم الضحك ومن أنا ضحكت حتى حطيته على حق يجي وأول يعني من دار قبل إجعالي لا هذا ولا هذا قبل علي وإجي السوابية من أنا أربعة ضربات من أنا أربعة ضربات ومن أنا هم أربعة ضربات هاي هنا التورم والدكتور يقول بي أكسر وتجبسته يطالب ذو الطالب ياسين أجهات المعنية بوضع حد لدوامة العنف ضد الطلاب من خلال معاقبة الإستاذ أو فصله ليكون عبرة لغيره طالب قلت لك ناخذ حقه بنا أول شيء وثاني شيء الطلاب اللي باقين اللي أهلهم مدى يحجون ما يشتكون وما يدعون بحقوقهم يعني لا يعمفون الطلاب هاي شيء عنده شيء طالب يدزون على أهله عندهم فصل يقدرون يفصلونه كل شيء يقدر يسوي المدرس ليش دايوا بربه وطالب أنه لو ينفصل لو ينقلوا لو بعد أصلا ما يشغلوا ما يشغلوا لأن هذا مريض نفسي هذا مجرم يضرب الطلاب هاي هو أصلا من الخامس من الخامس وياه ويضرب وأصدرت الجهات المعنية توجيهات واضحة أكثر من مرة تهدفوا إلى منع ضرب الطلاب وفي حال حدوث تعنيف من قبل مدرسيهم سيتم تشكيل لجان للتحقيق ومعاقبة المسيئين من بغداد علي عبد الكريم قناة دجلة ترجمة نانسي قنقر